هذا وزار صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوك كامبريج مركز العلوم البحرية والسمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المركز معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وعدد من المسؤولين وقد تجول سمو الأمير في أقسام المركز المختلفة واستمع إلى شرح واف حول دورها في إجراء البحوث التطبيقية والدراسات والبرامج الخاصة بالحياة والبيئة البحرية المختلفة كما تعرف دوك كامبريج على الأحياء المائية والبيئة البحرية في السلطنة وما تشكله من تنوع طبيعي وحيوي وشاهد صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوك كامبريج جانبا من طريقة الصيد التقليدية لمجموعة من الصيادين العمانيين وأدوات الصيد المستخدمة وسفن الصيد التقليدية ترجمة نانسي قنقر